أربع هكتارات من أرض تابعة للحاج بومديان أرض كانت تنتج كل أنواع الخضر والفواكه غير أنه وبعد مرور سنوات أصبحت هذه الأراضي مكانا تجتمع فيه مياه الصرف الصحي التابعة لدوار شوارف ببلدية مصطفى بن براهم بولاية سيدب العباس هذه المزرعة التعيق أنا كنا نشوفه في هذا الوقت والمشكلة هذه الماء غير صالحة هذه البلدية اللي راي تكب هنا في البلاد وتنشر تكب على هدو ثلث اكتارات ولا ربع اكتارات هنا قاع راي مضيعتها لي أنا أخدم عند الحاجة هنا ورح تاكلنا الطبوة في الليل نمو سليم يخلناش نقطع الرايحة من جير ريح الرايح سود الرايحة جينة أنا ماردو شيء ورهوين ماشى الارض الارض هتوسع هتوسع البيض هتوسع عاما شو توسع صاحب المستثمرة الفلاحية الحاج بومدين هجر الارض بسبب تلوث المياه والرائحة التي باتت تنبعث في كل مكانه ها هو اليوم ينشد السلطات المعنية لإيجاد حل وإنقاذ مزرعته مساحة تلات اكتارات ولا بعض اكتارات راي ضاي عاما نستعملها راي قاعدة رقم تشوفوا راي غشوك والحشيش وكل شيء هذي كسموه نبهنا للمسؤولين مكتبنا البلدية للدائرة للولايات وحتى الآن حتى حاجة ما داروها في الارض هي قصة رجل كر صحياته لخدمة ارضه وتوفير محصول زراعية غير ان مشكلة تسرب المياه الصرف الصحية حتى ما كل حلمه